أقد صندوق العمل تمكين لقاءً مع عدد من المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجسية لبحث فرص نمو هذا القطاع وتحفيز المؤسسات على توظيف الدعم الذي تتيحه تمكين في الاستثمار والتوظيف والتدريب نعم وتأتي هذه اللقاءات كجزء من جهود تمكين مستمرة في تفعيل أطر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواصل المباشر مع شركات ممثلة لمختلف القطاعات وذلك على إثر إعادة إطلاق باقة البرامج المستحدثة مطلع العام الجاري وبدء استقبال طلبات الدعم في برامج تمكين الموجهة للمؤسسات والأفراد كما تهدف هذه العملية لضمان الاستثمار في دعم جميع القطاعات ولسيما القطاعات الواعدة التي تسهم بشكل أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للبحرينيين وذلك انسجاما مع الأولويات الوطنية واستراتيجية خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في نوفمبر من العام الماضي وكان التمكين قد نظمت عدد من اللقاءات مع أكثر من 200 شركة من مختلف القطاعات وذلك قبيل طرح البرامج بهدف التعرف بشكل وثيق على احتياجات المؤسسات في ظل متغيرات السوق المستمرة ترجمة نانسي قنقر